المهات مغندي المهات مغندي واحد من عظماء التاريخ واحد من اللي أثره في الحياة البشرية بشكل كبير المهات مغندي كان في يوم من الأيام بيجري عشان يلحق القطر القطر ابتدأ يتحرك وهو بيجري جنبه حاول يلحق بالقطر وبالفعل لحقوا في اللحظة الأخيرة وقدر يصعد ويركب القطر ولكن حصلت مفجأة كان لابس حذاء واحد من فردتين الحذاء فقد سقط منه على الأرض حاول يجيبه لكن كان صعب جدا وصعب جدا يسيب الخطار لأن المسافات كانت كبيرة وكان لازم يسافر هذا المشوار وهو بينظر لهذه الوحدة من الحذاء اللي فقدها المهات مغندي نظر إليها كان معاه أصدقاء وقالوا له ماذا ستفعل إذا به يفعل شيء عجيب إذا به يخلع الفرد التاني أو الحذاء الثاني ويرميه جنب الأول ويقول له ماذا فعلت يقول لو أخذت واحدة ما استفدت منها ولو أخذ هذه الفقير أيضا ما استفد منها إنما تركت الأخرى من أجل أن يستفيد من هذا الحذاء كاملا هذه النظرة إنما نظرة تسامح نظرة محبة نظرة عطاء فيها شيء من الإنسانية والرقي المهات مغندي واحد من اللي أثروا في الحياة البشرية بعطاء الإنسان المتميز وفي العام الماضي أطلق معرض تقني كبير اسمه زايد وغندي الرقمي وهذا التشابه الكبير في تأسيس العالم والتأثير في العالم من خلال التسامح ومن خلال أيضا القيادة الرشيدة اللي ملؤها السلام والمحبة مشاهدين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن التسامح هو من أعظم قيم الحياة التسامح هو أداة كبيرة لا بد أن يغرس فيها الإنسان كل ما تربع عليه خاصة إذا كان هذه التربية تربية دينية والدين الإسلام يدعو إلى التسامح بشكل كبير مع أبنائه وأيضا مع غيره من الديانات واللي يعتمد على الكثير من القيم ومنها قبول الآخر مع الصفح والعفو والتعايش السلمي في إطار واحد بين البشر الإسلام دين عالمي يتجه برسلته إلى البشرية كلها تلك الرسالة اللي بتأمر بالعدل والبعد عن الظلم وتؤسس لدعائم السلام في الأرض كمن بتدعو إلى التعايش الإيجابي من البشر جميعا في جو من التسامح بين كل البشر بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقدهم الجميع جاءوا من نفس واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة بالتسامح يعيش الجميع في سلام وأمان وهناء كما الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة وطن التسامح والسلام مشاهدين في كل مكان معنا تقرير بيتحدث عن العطاء والخير في صورة رائعة بدأ قدمها جمعية دار البر وجمعية دار البر من أوائل الجمعيات التي أسست في الدولة بل هي أقدمها جمعية دار البر هي تقدم كثير من العطاء تقدم الكثير من الخير سواء داخل الدولة أو خارج الدولة تبسط يد العطاء إلى كثير من بلدان العالم بمحبة وسلام وتسامح بنذكر مشاهدين في كل مكان بأن لدينا كل يوم مسابقة متميزة ومعنا اليوم سؤال سهل جدا آية في القرآن الكريم بتتحدث عن أن الواحد يجب أن ينفق ويعطي ونلقي بأنفسنا إلى التهلكة لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ما هي الآية القرآنية التي يحدثنا فيها الله سبحانه وتعالى بأننا يجب أن ننفق ونعطي ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة لأن الله يحب المحسنين رقم ظاهر أمامكم على الشاشة بعد التقرير إن شاء الله نأخذ اتصالتكم وتفوزوا معنا بخمسمائة درهم نقدر مشاهدين في كل مكان مع هذا التقرير يبقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على سبيل الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه عمرة في رمضان تعجل حجه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعطاءات المحسنين تمكنت جمعية دار البر من إيفاد أربعة باصات لأداء مناسك العمرة من فئة العمال الذين يشتاقون إلى زيارة بيت الله الحرام ويا له من فضل عظيم أن يعتمر الإنسان في هذا الشهر الفضيل ويكتب الله تعالى له أجر حجه هؤلاء العمال ممن من الله عليهم بهذا الأمر من خلال فاعلي خير ومحسنين وقفوا معنا في إيفاد هؤلاء وتبرعوا بما جادت بهم أيديهم السخية فكتب الله لهم أجرا عظيما وسخر لهم هؤلاء العمال الذين ذهبوا لأداء مناسك العمرة والصلاة والاعتكاف والدعاء أن ينالهم أجرها ما فعلوه من طاعات في هذا الشهر الفضيل خصوصا فمشروع عمرة العمر من المشاريع الهادفة التي قامت الجمعية بتنفيذها منذ عام 2014 وبفضل الله تبارك وتعالى وصلت عدد الرحلات حتى الآن وتجاوزت 28 رحلة اعتمر في هذا العام في شهر رمضان أكثر من 180 معتمرا وهذا كله بفضل ما تبرعتم به وساهمتم به من خلال مشروع عمرة العمر ندعو أهل الخير والعطاء الراغبين في المساهمة في مشروع عمرة العمر وإفاد هؤلاء العمال والمستخدمين أن يتواصلوا مع الجمعية على الهاتف المجاني 877 أو عبر الموقع الإلكتروني دارلبرد.ae أو عبر المركز الرئيسي للجمعية على شارع الشغزايد وكذلك فروع الجمعية في إمارة عجمان ورأس الخيمة ومن القوين والفجيرة لكي يتبرعوا لهذا المشروع المبارك ويسعدوا هؤلاء الفئة من المستفيدين والعمال مشروع إفطال الصائم من المشاريع الحيوية في شهر رمضان المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر الصائم من كان له مثل أجره هذا المشروع سعدنا في هذا الشهر الفضيل بأن العديد من المتبرعين قاموا بزيارة المواقع ومشاهدة التآلف الحاصل بين المستفيدين والمفطن في هذا الشهر الفضيل وكذلك كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ساهمت معنا في توفير عدد من وجبات الإختار بعض الجهات قامت بكفالة خيمة كاملة وبعض الجهات توفرت مدة تنصى شهر وبعضها يوما كاملا وبعضها وندعو أهل الخير والعطاء للمساهمة معنا في مشروع إفطال الصائمين امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره وكذلك قول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة عبر التواصل على الهاتف المجاني 8079 أو الموقع الإلكتروني للجمعية وكذلك المركز الرئيسي على شارع الشيخ زايد أو عبر فروع الجمعية المختلفة في إمارة عجمان وإم القوين ورأس الخيمة والفجيرة بإمكانهم أن يتواصلوا معنا عبر هذه القنوات للتبرع لمشروع تفضيل الصائمين في هذا الشهر الفضيل وبمناسبة يوم العمل الإنساني تطلق جمعية دار البر مجددا حملة شكرا زايد الخير هذا المشروع وهذه الحملة التي استهدفت العديد من أصحاب الكرب وكذلك المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة وقد كان لهذه الحملة دورا كبيرا في تخفيف هذه المعاناة عن هؤلاء المرضى بفضل الله تبارك وتعالى ثم بعطاءاتكم أسعفنا الكثير والكثير من هؤلاء المرضى الذين أخذوا العلاج اللازمة لتخفيف معاناتهم وتنفيس كربهم وهذه الحملة التي أطلقت عرقانا بدور الشيخ زايد رحمه الله تعالى شكرا يا زايد الخير هذه الحملة ساهمت في إعانة العديد من الأسر السورية الذين استفادوا من هذا المشروع بمبلغ مليوني درهم واستهدفت المرضى المصابون بالأمراض المزمنة من التهاب الكبد الوبائي ومرضى السرطان وغسيل الكلا وأمراض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيش معاناتهم من خلال ما تبرعتم به وجادت به أياديكم السخية في تخفيف المعانات عن هؤلاء المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم ومن المشاريع التي تميزت بها جمعية دار البرد مشروع زكاة الفطر حيث تقوم الجمعية بإخراج هذه الشعيرة في وقتها الشرعي المحدد وتوصيلها للمستحقين لها من الفقراء والمستحقين والمساكين في هذا الشهر الفضيل تقوم الجمعية وتحرص على إخراج هذه الزكاة عينا كما جاءت بها الأحاديث الشرعية وتقوم بتوصيلها إلى المستحقين والمحتاجين قبل العيد بيوم ويومين حسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية وهذا المشروع الخيري مشروع زكاة الفطر من المشاريع المفروضة على كل مسلم أن يخرجها قيمة المشروع يعني الفرد الواحد عشرون درهما ومن المشاريع التي تحرص الجمعية على إخراجها في هذا الشهر الفضيل تبريئة للذمة مشروع زكاة الفطر حيث تستقبل أموال المزكين لهذه الشعيرة وقدره مبلغ عشرون درهما عن الفرد الواحد وتقوم الجمعية بإخراج هذه الزكاة عينا من قوت هذا البلد وإيصاله إلى مستحقيه من الفقراء والمحتاجين قبل العيد بيوم ويومين عملا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وزكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين فهذه الزكاة تصل إلى هؤلاء المستحقين من المساكين والفقراء قبل العيد ويسعدون بها يوم العيد أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات ولا شك إنها تمثل روحا ونوعا من أنواع التسامح بين المسلمين في تعاضدهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وزكاة الفطر كما ذكرنا فليظة شرعية يجب على كل إنسان أن يخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد كما جاءت به الشريعة وتقوم الجمعية بالنيابة عن المزكين في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقيها وتستقبل جمعية دارلبرد زكاواتكم عبر التواصل على الهاتف المجاني 8079 أو عبر الموقع الإلكتروني دارلبرد.ae أو كذلك في المركز الرئيسي على شارع الشيخ زايد وكذلك فروع الجمعية المختلفة في إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القوين والفجيرة بإمكانكم عبر هذه القنوات التبرع لمشروع زكاة الفطر قوة المحبة والعطاء والتسامح أقوى من أي سلاح أسس المهات مغندي دولة الهند على المحبة والتآلف والتعايج من الأديان كما أسس المغفور له شيخ زايد دولة الإمارات العربية المتحدة على التسامح والمحبة والعطاء فأسس دولة فتية مشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم العطاء من مظاهر المحبة والعطاء من مظاهر التسامح والسؤال معنا اليوم مشاهدين في كل مكان هو آية في القرآن الكريم بتقول يجب أن ننفق ونعطي ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة أو بأنفسنا إلى التهلكة لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين بننتظر مشاهدين مشاركتكم معنا واتصالتكم للإجابة على سؤال حلقة اليوم وما هي الآية القرآنية اللي يحدثنا فيها القرآن الكريم عن أنه يجب أن ننفق ونعطي ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من أجل غرس قيم المحبة والعطاء والإنفاق من أجل غرس قيم التسامح في وطن التسامح في برنامج للتسامح وطن مشاهدين الرقم ظاهر أمامكم على الشاشة الآن تصلوا بينا هتفوزوا معنا بجوائز قيمة والجوائز عبارة عن 500 درهم نقدا في هذه المسابقة اليومية اللي معاكم على مدار شهر رمضان ونتكلم عن شيخ زيد عليه رحمة الله وما قدمه من كل أنواع العطاء ليس فقط عطاء مادي ولا عطاء مالي إنما عطاء محبة عطاء تآلف عطاء ألف فيه بين القلوب ألف فيه بين الإخوان وجعلهم في مكان واحد وبوطقة واحدة ودولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة اللي جعلت في هذا العام هو عام للتسامح عام التسامح في وطن التسامح هذا هو عام 2019 ونعود للمهات مغاندي اللي بدأنا بيه حلقة النهاردة ونتكلم عن هذا الرجل الحكيم العظيم اللي كان له مواقف كثيرة وكان قدوة وفيه معاني وقيم أخرى بتجمعه مع الشيخ زيد فيه معاني القيادة ومن الواقف الطريفة أيضا اللي حصلت مع المهات مغاندي إنه في يوم من الأيام جاءته مرأة من مكان بعيد مع ابنها الصغير الابن الصغير كان بيأكل مكعبات السكر وكان بيحبها جدا وده خطر كبير على صحته ولما رأت إن ابنها بيحب المهات مغاندي بشكل كبير قالت أخذ ابني وروح له يكلمه هيقتنع بكلامه لأنه بيحبه جدا وبيسمع كلامه فلما ذهبت من مكان بعيد وإحنا عارفين الهند مساحتها شاسعة ووصلت إليه أخيرا وقدرت تدخل على المهات مغاندي وتدخل ابنها عليه واستأذنت وتكلمت وقالت له إن ابن بيحب مكعبات السكر وده خطر كبير على صحته فكلمه قال لها روحي تعالي بعد أربع أسابيع أو بعد شهر استغربت جدا أنا جاي من مكان بعيده وبس كلمتين للولد الصغير هيسمع كلامك وي يبطل يأكل مكعبات السكر قالت له مرة تانية أنا جاي من مكان بعيد قال لها تعالي بعد شهر مشت زعلانة جدا ومستائج جدا وقالت مش هرجع تاني ومشت ست وراحت إلى المكان بابنها اللي هي جاي منه وبعد أسابيع يمكن أسبوع أو اثنين هديت وبرأت تفكر مرة تانية ليه لا أذهب في المعادل اللي عليه فلما ذهبت بعد شهر ودخلت عليه وكان مشغول جدا مع ناس كثير إذا بالمهاتم غندي والقائد والزعيم يترك كل من كان معه ويدخل عليها مباشرة وقال لها أنت اللي معاك ابنك اللي بيحب مكعبات السكر فاستغربت أنه لسه فكرها بعد شهر كامل قالت له نعم أنا وهذا ده ابني فمسك الولد وقال له ابني ده خطر على حياتك وصحتك إن كنت بتحبني بطل تاكل مكعبات السكر فالولد قال له حاضر هسمع كلامك وهبطل لكن أمه وقفت مستغربة الكلام بسيط كان ممكن يتقال من شهر كامل ليه رجعتيني بعد شهر فوقف القائد وقال لها أنا من شهر كنت باكل مكعبات السكر أنا ما كنتش أنفع أبقى قدوة لطفل صغير ما كنتش أبقى صادق في كلامي لهذا الطفل الصغير فلما كانت الست وقف معاه أراد أن يجعل قدوة للطفل من خلال محبة مكعبات السكر وأنه يكون هو إذر يبطل أكل هذه المكعبات خلال هذه الفترة من الزمن مشاهدين في كل مكان بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة وسؤالنا بيقول آية في القرآن الكريم تتحدث عن أنه يجب أن ننفق ونعطي ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة لأن الله يحب المحسنين بننتظر اتصالاتكم مشاهدين في كل مكان والرقم ظاهر أمامكم على الشاشة من أجل المشاركة معنا في برنامجنا في مسابقة للتسامح وطن إذا عدنا إلى الشيخ زايد عليه رحمة الله الشيخ زايد عليه رحمة الله هو من القادر المؤسسين وكان له موقف عظيم أيضا في التسامح والمحبة لما كان في دولة أوروبية وكان في دولة غربية بيتلقى يعني طالبات من المصريين بالخاري ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم لعل هناك مشكلة في الاتصالات نعود أيضا أخذ الاتصالات مرة أخرى حقيقة الصوت لا يصل بنقول شيخ زايد وهو خارج الدولة حصل موقف عجيب له هنحكي هذا الموقف بعد فاصل مشاهدينا نذهب إليه ونعود إليكم فابقوا معنا أرجعنا لكم مشاهدينا ونكمل ونأخر اتصالاتكم مباشرة للإجابة على السؤال ومعنا وليد من الشارقة السلام عليكم يا وليدي تفضل وليكم السلام حيك الله وليد الحمد لله تعالى كلام متبخير إجابة السؤال هي أنت بالصحة والسلام يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفقوا في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله وانفقوا بأيديكم إلى التهلكة وحسنوا إن الله يحب المحسنين في أي صورة يا وليد آية 195 صورة البقرة نشكرك يا وليد على مشاركة معنا ونعرف الإجابة الصحيحة في نهاية المسابقة ومعنا اتصال من عبدالله من الشرقة حيك الله يا عبدالله تفضل مرحباك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إجابة السؤال هي أنت بالصحة والسلام يا رب عزوزك رمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين أعرف إجابة السؤال حيك العافية إن شاء الله آمين يا رب العالمين نحن وأنتم إجابة السؤال يا عبدالله تعرفها حوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم على التهلكة واحسنوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين جميل يا عبد الله نشكرك صوتك جميل وأيضا الإجابة جميلة منك عبد الله نشكرك على مشارك معنا وبنأخذ إدصالاتكم امتباعا معنا مهيب من الشرق الحقيقة الله يا مهيب تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف إجابة السؤال؟ هي الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين جميل تعرف حاجة عن المهات مغاندي؟ المهات مغاندي يعني شي بسيط طيب شو تعرف عنه؟ إيه حابب تضيف عن هذا الرجل الحكيم؟ هو يعني هو بعتقد أنه صاحب علم فاد يعني صاحب معرفة وعلم جميل ولو حكم أيضا جميلة أنا شكرك يا مهيب على المشاركة معنا ومعانا تصال من إلهام من الشرق حقيقة الله إلهام تفضلي عليكم السلام عليكم إجابة للسؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم أنفقوا في سبيل الله أنفقوا ولا وأنفقوا؟ أنفقوا الآية بدأ بأنفقوا ولا وأنفقوا؟ أنفقوا متأكدة؟ طيب نسمع منك الإجابة إلهام تفضلي أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نشكرك إلهام لكن الآية بتبدأ بي وأنفقوا معانا تصال آخر نشكرك معانا تصال من محمد من الفجيرة أهلا ومرحبا يا محمد تفضل محمد نسمعك تفضل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نشكرك يا محمد على المشاركة معانا واضح أن المشاركة النسائية قبل كده أخرت الجواز كلها اليوم قليلا جدا أن المشاركة نشكرك يا محمد على المشاركة معانا ونكمل معكم مشاهدينا ونقول سؤال الحلقة اليوم سؤال سهل جدا بيقول آية في القرآن الكريم يحدثنا فيها القرآن أننا يجب أن ننفق ونعطي ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين اذكر الآية أو الصورة على راقم الظاهر أمامكم مشاهدين على الشاشة تصلوا بينا وقوائزنا اليوم عبارة عن 500 درهم نقدا برنامج للتسامح وطن يأتيكم برعاية جمعية الفجر الخيرية وحملة الملبي للحج والعمرة وابنأخذ اتصالاتكم معنا اتصال من تغريد من العين حقيقة الله تغريد تفضلي الصورة البقرة الآية رقم 195 قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا أطلقوا بأيديكم إلى التهلكة أكمل الآية تكملت الآية جزء من السؤال وأحسنه إن الله يحب المحسنين نشكرك يا تغريد على المشاركة معنا وعلى المتابعة معنا اتصال من مؤيد من الفجيرة أهلا مرحبا يا مؤيد فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك علينا وعليكم مؤيد ولا مؤيد 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 وليس مؤيد الفرق بينهم ماذا تفضل مؤيد تفضل ألا اسمعك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نشكرك يا مؤيد على المشاركة وعلى الإجابة ومعنا اتصال أخير في حلقتنا النهاردة سميرة من أبو ظبي أهلا ومرحبا يا سميرة تفضلي مرحبا حياك الله إجابة السؤال هي ونصيقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نشكرك يا سميرة على المشاركة والإجابة معنا ومشاهديننا في كل مكان لكن آخر يتصل معنا بفصل قصير ونعود لنكمل فابقوا معنا رجعنا لكم مشاهدينا والجزء الأخير من المسابقة النهاردة ونعرف مين فاز معنا بالجائزة وهي عبارة عن قم سماءة درهم نقدا من سعيد أو سعيدة الحظ في اليوم عبدالله أحمد الحمادي من الشارقة عبدالله ألف مبروك قم سماءة درهم نقدا ألف مبروك عبدالله الجائزة ومشاهدين في كل مكان إلى هنا ينتهي وقت مسابقتكم للتسامح وطن مع هذا الدعاء نترككم في رعاية الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلننا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم بهن جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا للتواصل الرقم المجاني 8008844 خدمة الواتساب الموقع الإلكتروني المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر